اهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند وابرز الاخبار الموجودة على الساحة الرياضية خاصة فيما هو متعلق بالنادي الاهلي في المقام الاول ثم كمان هنتناول بعض الاخبار الموجودة في الساحة الرياضية سواء في الشأن المحلي او حتى في الشأن الدولي والقري خلال الفترة اللي جاية هبدأ مع حضراتكم بالخبر المهم اللي بالتأكيد نشر بالامس او ندر نقول في الساعات الاولى من صباح اليوم على الموقع الرسمي للنادي الاهلي ومتعلق ان النادي الاهلي اعلن استكمال مناقشاته مع مسماني بعد عودته يوم الجمعة ناقش الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عبر برنامج زوم مع بيتسو مسماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي في بعض الامور الادارية والفنية الخاصة بالفريق الاول للكرة داخل النادي الاهلي وذلك في حضور مجلس ادارة شركة الاهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور والكابتن حسام غالي عضو مجلس الادارة ولجمة التخطيط التي تضم كل من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف ولم يتم استكمال مناقشة بقية الامور في اجتماع اليوم نظرا للحالة الصحية لمسماني والذي افاد انه سوف يعود الى القاهرة يوم الجمعة المقبل وسوف يكون هناك اجتماع اخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادا للمرحلة المقبلة ده خبر متعلق بمنقشة بعض الامور الفنية والادارية الخاصة بفريق القرى مع بيتسو مسماني اللي موجود حاليا في المغرب وعنده هناك دورة تدريبية بينظمها الاتحاد الافريقي للمدربين بخصوص الرخصة البرو رخصة المختلفين مع المدربين وده اول دورة تدريبية الاتحاد الافريقي بيقيمها خلال الفترة الحالية لان الدورة الابل كده كانت عبارة عن دورة تجريبية لان رخصة البرو ما تمش قبل كده منحها لعدد من المدربين الافرقى فهتبقى هي الاولى من نوعها داخل الاتحاد الافريقي وللأسف طبعا الكرة الافريقية متأخرة في مسائل الرخص التدريب بالنسبة للمدربين فده كان اجتماع الهدف منه منقشة بعض الامور الادارية والفنية الخاصة في المرحلة اللي جاية اشتركوا في القناة